اشتركوا في القناة معكم الدكتور محمد الهادي استشاري نفسه وخبير تربوي بداية كيف يمكن أن أقول أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني وفي رواية لا يتمثلني وفي رواية فسوف يراني من مجموع هذه الروايات أيها الأحبة الكرام أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفته التي جاءت في الأحاديث الصحيحة السند والمت فقد رأى الخير كل الخير وأبشره بعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يراني في إحدى الروايات هل النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم وصفات؟ نعم يأتي رسول الله على أتم حالة من الجمال والوقار والهيبة التي تكسوه كما أن الإسلام فيه المبشرات ألا وهي الرؤية الصالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها الشخص أو ترى له يعني ممكن الإنسان يرى لنفسه رؤية صالحة أو يراها له أخوه المسلم ولا حرق في ذلك أما عن الأنبياء جميعا فقد رأوا رؤية وأول من رأى الرؤية أبو الأنبياء إبراهيم الخليل فقد قال الحق سبحانه وتعالى في حق إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الصفات الآية 102 عوزين نعرف بقى مضمون هذه الآيات العيد الأطحى عند المسلمين في بقاع الأرض يرتبط برؤية رآها إبراهيم الخليل طب من رأى في رؤيا أنه يذبح ولده معنى أن ولده يتعرض لابتلاء ومصيبة الموت لأن إبراهيم الخليل رأى أنه يذبح إسماعيل الذي سمي بعد ذلك الذبيح فكان عيد الأطحى عند المسلمين أن كل المسلمين القادر منهم يضحي عن أهل بيته بكبشين أو كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أمته فقال اللهم هذا عن نفسه وعن محمد وعن محمد اللهم هذا عن أمتي وضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين معانا الأستاذ محمد أهلا بيك أم محمد أهلا بيك يا فندي ممكن أسألها حلمين اتفضلي يا هاني وعلي صوتك ماش حالا حماسي ماتت لها خمس سنين تمام بيتها ماتت لها ثلاث سنتين احلمت حماسي احلمت حماسي معها فلوس يقول لي أنا في الوربة وبقت لها فلوس حطاها فجرها سامح حضرتك سامح حضرتك حماتك انت شفتها معها فلوس في الرؤية وهي متوفرة تمام كلا؟ أعيب وبعد على عتبة تمام وبعدين وخدت منها متنين جنيا سديت حد دفعت حد الجيبنا اللي أنا مش تريعها تمام وحلم تاني طب نقف بس عند الأولاني يا فندي نقف عند الأولاني إذا رأيت المتوفى معه مالا أو توفي على السن الذي مات عليه يعني فوق الأربعين سليم معناه أنه يحتاج إلى الاستغفار والدعاء له بالرحمة فإن أخذت من الميت مالا فلن تأخذ منه ولا يمكن تأخذ من ورثته أمرا ما يسبب لك التعاسى كابنتها أو ولدها فلعلك تعيشين حياة فيها نوع من الضغط المادي في هذه الفترة بسبب ولدها اللي هو زوجك أو أخ بنتها اللي هي لأنها هي امتداد لأمها لأن عطايا الأموات كعطايا الأحياء تماما بتمام فتضل الحلم الثاني الحلم الثاني الحلم الثاني جدتني جدتني متوسط لها ثلاثين أحلمتها بتاعتين شريف يعني خبز بتي شريف خبز شحان بتديكي شريف ولا بتديكي خبز يعني شريف بايب شريف بايب شريف بايب وبتقول لي خبزي بلتلها لأ خلنهم لي كنتي يا جدتي لكن لا خبزيهم خدتهم منها وفضيتهم في البياج إنو فيها أنا عجيز لي تماما وفضيتهم فيها وكلفت أنا وبنتي تماما من البتوني جدتني باشا ينالكي خيراً الخبز أو العيش حسب قيمته فإن كان مرققاً مفخماً فهو رزق طيب وعيشة طيبة رغد وإن كان يعني عفواً أقل جودة فهي حياة تعيشيها بمقدار ما رأيت من هذا الخبز يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما أكل رسول الله صلى الله وعليه وسلم خبزاً مرققاً قط وما رفع له على خوان وفي رواية على صوان معناه العيش يعني عفواً اللي كل فخامة ومرقق وجميل ومحطوط عليه سمسم والحاجات دي كلها لم يكن من طعام رسول الله ولكن كان طعام رسول الله خبزاً من الشعير خبزاً من الشعير فده بيكون أقل جودة شوية فإذا كانت الحياة اللي انت خدتيها العيش اللي خدتيه من جدتك خبز أقل جودة فأنت تعيشين حياة فيها نوعاً من الصعوبة والعيش فرج الله عننا وعنكم إن شاء الله نكمل هناك بعض الأحلام التي يترتب عليها أمر شرعي لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل قول أو فعل أو تقرير أو إقرار من النبي لصحابته فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال اجتمع المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاوروا فيما بينهم كيف يدعون الناس إلى الصلاة فمنهم من قال ننصب راية يعني نحط كده زي العلم في معاد صلاة العصر أو الظهر حتى إذا رآها الناس اجتمعوا للصلاة فضل لي يا أستاذة ياسمين علي صوتك يعني طب حضرك متزوجة يا أستاذة ياسمين تمام حكاية الولد والبنت إذا كنت حامل وخلفت أو أنجبت معناه أن هناك فكرة ما أنت ضعيفة أمامها لا تستطيع أغذى قرار أو وقفة حائرة في أمر ما وتتخلص منه لقول الحق سبحانه وتعالى حملته أمه كرها على كر أو وهنا على وه فالوهن يعني الضعف فإذا ولدت يعني تخلصت من أمور الضعف التي في حياتك تمام يا فندم والله تعالى أعلى وأعلم ناخد إن شاء الله حديث عبد الله بن زايد أن الصحابة اجتمعوا فيما بينهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم هل نأخذ ناقوصا كناقوص النصارى أو بوقا كبوق اليهود فجاء فقال عبد الله اهتممت أو اهتممت لهم رسوله يعني أصابني الهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اهتم لهذا الأمر فنمت فرأيت في الرؤية من يلقني الأذان فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالأذان الذي تلقيته في رؤياي فقال رسول الله متى رأيت قال البارحة يا رسول الله ورأيتها أكثر من مرة فجئت لأخبرك فقال قم ولقنها بلال فإنه أندى منك صوتا فأقسم عمر بن الخطاب أنه رأاها عشرون مرة ولكن منعه الخجل من أن يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الأذان الشرعي والإقامة عند المسلمين كلها من الرؤى والأحلام التي رؤيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معنا الأخت سماح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضاليا هاني معلي صوتك إزاي حريتك عامل إيه؟ أهلا بيكي والله أختي شافت رؤيا هي أنسة وشافت نفسها هي في بنت لبسة صندل أبيض وصندل أبيض تمام؟ الشعراء كان منكوش كده أو أكرس هي أختي قالت لها تعالى بمصر رحل بشعرك وبعدين قالت لها ده بشين سح فيها التسريح رح تلملها شعراء بإيه بيتوكة كده مش كده قالت لها أنت تسيبيني قالت لها لأني شافتيني بس كده أحد زملاء أختك يعني عفوا مشاعره متناثرة الشعر من الشعور اسمه تفسير لغوي فلعلها يعني عفوا مشاعرها متناثرة فأختك بتحاول تنصحها نصائح أن تتحكم في مشاعرها ولا تتفكرش بالعواطف بتاعتها لأن أي إنسان على وجه الأرض إذا ترك نفسه لعنان المشاعر كان رجلا أو امرأة لابد بيتو يتخرب فلابد المشاعر تكون على قوانين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى أعلى وأعلم نكمل أن الأنبياء رضوان الله عليهم وسلام الله عليهم كلهم كانوا يرى الرؤية ويعبروها لصحابتهم فقد رأى الرسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية أنه سيدخل المسجد الحرام وأيدها القرآن في سورة الفتح بأن الله سبحانه وتعالى بشره في رؤية لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعالم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أهلا أهلا نمو داليا وعليك سلام عليكم وعليك سلام عليكم وعليك سلام علي صوتك وط التلفزيون لو سمحتوا علي صوتك أيوة حضرتك يا شيخ بقول لحضرتك يا شيخ أنا حلمت حلمين من فترة أنا كنت تعالى يا أنا عندي وصوص كهري بالموت وط يا هنم لو تكرمتي التلفزيون عشان أسمعك وبعيد عن الدوش حضرتك أنا أصلا بعيد عن الدوش يا خالص أنا وصل ذلك فضالي بقول لحضرتك كان عندي موضوع وصوص الكهري وكده فقلت بصل وبعد أدعي ربنا يعني إن شين عني إن أنا فيه تمام فحلمت أول حلم إن شفت إسم لا إله إلا الله في السماء تمام وشفت إسم الله آه باللون الفضي كده يعني بينما كده تمام وتاني مرة حلمت بالسماء دي ألوان طب خلينا بس في الحلم الأولانية هانم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فمن رأى في رؤية أنه يقول لا إله إلا الله أو أمامه لا إله إلا الله معناه أن الله لا يصيبه بمصائب في نفسه أو ماله أو ولده دي نقطة الأولانية أما عن فكرة الوسواس القاهري فإنت حضرتك اللي بتنميها لأن أنا تخصصي صحة نفسية فالمقصود من شخصك الكريم في عملية الوسواس القاهري أني لا تدعي مجالا للفكرة أن تتقرر على رأسك أو على ذهنك لا فهضل يا فندي من الحلم الثاني بقولنا حضرتك الحلم الثاني بقى حلمت بالسماء أن هي ألوان تس بس ألوانها حلوة أول وانا وقفت بوستي ناس فأعملوا لهم بص السماء جميلة إزاي وشفت سلم زي تلج بالظبط فأقول لهم بص بقى بص سلم الجنة بص السلم جميلة إزاي بس فأنا قمت من الحلم على كده ما فيش مشكل يا فندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يساب بنصب أو وصب حتى الشوك يشاكها في يده إلا كفر الله لها عن خطاياه فلعل ما أصبت به من هذا المرض وصبرت واحتسبت يكفر الله لك به عن خطاياك ويرفعك به الله الدرجات العلا وتكون من أهل الجنة إن شاء الله نكمل بعد ذلك فكانت الأنبياء سلام الله عليهم يرون الرؤية ويعبرونها لأصحابهم وهكذا كانت كل الأنبياء من لدن إبراهيم إلى أن وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يرى الرؤية ويفسرها أو يعبرها تأويل الأحلام وتعبرها هل دي عفوا صنعة أو موهبة لا تحتاج إلى العلم وخصوصا العلم الديني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أغلبهم كانوا مفسرين الأحلام فكان رسول الله مفسرا للأحلام وأبو بقر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب رجى الله عنهم جميعا ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز اتصال الأساسة مونة أهلا بيكي أهلا أهلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا هاني أحلمت بأمي جاتني في المنام علي صوتك يا فانجم أحلمت بأمي جاتني في المنام أمك جي يعني أمك متوفية ولا على قد الحياة أه لا متوفية ماشي فجاتني في المنام اللي هي وقفة وأنا رفت عليها بأله يا أمي أنا عيامك عبالي قالت لي يا بنت اروحك شفلي قلت لي طيب يمنا أنا همشي وأقدر عيالي ومشي فقالت لي لا طب استني عمليني الكيكة الأول وبعدين امشي تمام قلت لها لا أنا مش هادة أعمللك كيكة أنا همشي عسينا تعبانا تمام ومشيت ومعملت لهاشي هك تمام بص يا فانجم والدتك تحتاج إلى الاستغفار والدعاء لها بالرحمة إذا جاء المتوفى طلب طعاما أو شربا من الحي معناه أنه يحتاج إلى الاستغفار والدعاء له بالرحمة للحديث الذي رواه الإمام مسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من سلاس صدقة جرية ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به فكل ما عليك أن تدعي الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأمك وأفضل الدعاء اللهم تغمد والدي برحمتك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فاللهم تغمدنا برحمتك أحياء وأمواته ده دورك تجاه أمك أو أستغفر الله لأمي كل يوم حتى تريها في رؤية صالحة أما أنت فمقصرة في العبادات وما عندكش رضى بالقضاء والقدر لقول الحق سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فإذا رأى الإنسان نفسه مريضا أو عليلا دلالة على أنه مقصر في حق من حقوق الله والله تعالى أعلى وأعلم نكمل إن شاء الله بعد ذلك هناك من الأحلام والرؤى ما اكتمع عليه المسلمين واكتمع عليه أهل الدين أن الرؤية لا يفسرها إلا أصحاب الباب وأصحاب العقول لأن الإمام مالك لما جاءه رجل وقال له يا إمام أقص الرؤية على أي إنسان قال لا إنها من النبوة والنبوة لا يلعب بها ألم تسمع لقول رسول الله الرؤية الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وفي رواية من خمسة وعشرين جزءا من النبوة أب النبوة يلعب فبالطبع ما انفعش أي حد يقولك أنا بتصدى في تفسير الأحلام لأن تفسير الأحلام يعتبر في حكم الشريعة الإسلامية فتوى دينية لقول الحق سبحانه يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون إذن الرؤية تفسيرها فتوى دينية يأثم الرأى المعبر إذا كذب في الفتوى أو تلعب بها فتوى دينية لأن الرؤية إما بشار لك من الله أن تظل على العمل الصالح الذي تعمله وإما نظار لك من الله يحذرك الله سبحانه وتعالى أن تتوب عما تفعل إيبا الرؤية فتوى تب هل يجوز إن الشخص يجذب في الأحلام إنها من الكبائر الذي يجذب في الأحلام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب في الرؤية فقد أعظم الفرية وفر ومن كذب في الرؤية كلف يوم القيام أن يعقد بين شعيرتين وما هو بعاقد يعني يطلب الله منه أمرا مستحيلا يفعله حتى يدخل به النار فعلى المسلم أن يكون واضحا صادق اللسان لأن أصدق الناس رؤى على الأرض هم أصدقهم حديثا وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحد كانت الرؤية الصالحة فعن عائشة رجى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الوحي مع النبي كان رؤيا لأن رؤيا الأنبياء وحي رؤيا الأنبياء وحي فالنقطة لمهمة يجب على الناس ألا تتلاعب أو تجذب في عرض الأحلام ويجب على المعبر أن يكون صادقا ويسوق الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله عندما يعرض تفسير الحلم ولا يكذب حتى لا يسأل عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى الأستاذ صفاء أهلا بيكي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا هاني متفضلي تحت أمرك حضرتك فحلمت حلم الأخت هي آنفة أه حلمتها إنها طلع من القوضة ومكتحلة كحلة قيل تمام ومخلي شكلة عنها جميل ووسعة تمام فأنا من أول ما شفتها كانت هي وقفة فقلت لها الكحلة جميل أوف عينك بس عايز يتزبط تمام عشان سايح وطلع من بره العين شوية تمام يا فن فدخلت هي الآضة رح تزبط الكحل وطلع الثاني تمام فقلت لها كده شكله بيجي أجمل بكتير تمام وفحث على كده ماشي يا هاني قال الله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون وضع المكياج والمكب والكحل في الرؤية أو الأيشاد أو أينيرا أو المسكرة أو اللحمر شفايف أو أي نوع من المكياج دلال على أن الشخص يجذب في حياته لأنه يغير خلق الله سبحانه وتعالى فلعل أختك تجذب في كذبة وتستشيرك في هذه الكذبة يعني حضرتك تقترح عليها أني زى ما بيقولوا في المسأل كذب مساوي ولا صدء منعكش والله تعالى أعلى وأعلم نشوف بعض الأحلام اللي وردت ربنا بيقول اللي لسيدنا يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث فسمى الله سبحانه وتعالى تفسير الأحلام اجتباء وتعليم تعليم ويتم نعمته عليك وجعلها نعم من النعم وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم فقول ويعلمك من تأويل الأحاديث أي من تفسير الأحلام والرؤى اتصال للأستاذة حبيبة أهلا بيك أهلا بحضرتك يا دكتور لو سمحت أنا كنت محتاجة رقم حضرتك ضروري جدا ماشي يا فندم الكنترول لدهولك لو عندك حاجة تفضلي قوليها تحت أمرك لا حضرتك الحلم اللي معي ما ينفعش على الهوى يا فندم أرجوك يعني لو سمحت لا حرج يا هندم الكنترول حايدهولك عاوزة 0-180-90-352 ادهولها في الكنترول العادي مفيش مشكلة متشكرين يا هندم على زوئك يا فندم اتفضل ماشي يا فندم ماشي فأنت يا فندم حضرتك إن شاء الله مشكورة والكنترول اللي حيدولك لا حرج وهما بيدول لأي حد يحتاج أي مساعدة يعني نكمل إن شاء الله بإذن الله بعض الأحلام التي ذكرت أو جات عن طريق صفحات البرنامج بعض الناس بتقول مثلا أنا شفت نفسي في الحلم بشرب خمرة شرب الخمر في الرؤية دلال على الإنسان على غواية في دينه وفي حياته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المعراب أن جبريل أته بناءين إحدهما من خمر والآخر من لبن فاستشار رسول الله جبريل فيما يأخذ فأشار إليه جبريل أنخذ اللبن فشرب اللبن فقال له جبريل أخذت الفطرة الفطرة يعني أخذت الخير والدين إن شاء الله إذن يجب على المسلم أن يكون واضح في تفسير الحلم وفي عرض الحلم والأمان عليه حلم آخر حلمت أنني أشرب اللبن ده واضح الأستاذة حنان أهلا بيكي أهلا بيكي اتفضل يا فاندي بقولك أنا طبع لم نفسي أعدى في الامتحان والورقة اتخذت مني في نص الامتحان حاضريك شفت نفسك بتمتحني يعني مش عارف أتجاوب ولا جاوبت نص الامتحان وامتحان لا لا جاوبت في نص الامتحان يعني والورقة اتخذت مني حاضري يا فاندي قال الله سبحانه وتعالى امتحن الله قلوبهم للتقوى الامتحان دي يا أخوانا على أشياء من رأى نفسه أجاب ونجح دلال على أن عمله صالح من رأى نفسه أنه لا يعرف الإجابة دلال على أنه لا يمقصر في العبادات والطعاط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا وضع في قبره جاءه ملكان يسألانه ما من ربك ما دينك من نبيك فإن كان مؤمنا حقا قال ربي الله ديني الإسلام نبي محمد وإن كان كافرا أو منافقا نعوذ بالله من هذا قال لا أدري فيؤخذ بمطرقة من حديد بين أمي عيني رأسي فيصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا المكلفين من الإنس والجام طيب لو شفت نفسي في الامتحان الورقة تسحبت ولا لحقتش حل أنا أسوف التوبة عن بعض المعاصر فعلى المسلم ألا يسوف التوبة لأنه لا يعلم متى يأتيه الموت والله تعالى أعلى وأعلم نشوف بعض الأحلام اللي جات لنا برضك عن طريق البرنامج أخي فاضل بيقول حلمت أن أبي المتوفي جاء جوعان وعريان السيد المؤسالة تفضل يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ما أحلمش غرب تعالين دي ما ماشي وراي في الأحلام مش عارفة ليه سيدنا عندك كم سنة يا سيد المؤسالة عني 35 متزوجة أي متزوجة ربنا يديك الصحابوس يا فندم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأ والعقرب والكلب العقور سليم والعقرب اللي هي من صفة الثعبان أو من إخوة الثعابين فدلال على أن هناك أناس فاسقين يريدين أن يوقعوا بك في أمر من أمور الشر ربما رجال فاسقين يحاولون أن يعكسوكي غزلوكي أحد الأقارب أحد من حولك في الأسرة يحاولوا أن يفعل ذلك والله تعالى أعلى وأعلم نشوف بعض الأحلام الأخرى الحجم محمد كفر الشيخ تفضلي أهلا بك على صوتك أنا يا ابني حلمت أن ابني اتخطف ثلاث مرات وارجعه تمام بس كده ابني ده في كلية اتخطف من الناس وهم نفس الناس اللي خطفوه ثلاث مرات وأروح أزعق وزعق معهم وزيبه وياخدوا فلوس عليه وادفع الفلوس واجيبه واربعه يختار ثلاث مرات أبشيري لن يصاب ابنك بشر ولكن عفوا ده اسمو حديث النفس لأنك أنت عندك ألأ عالي جدا على ابنك أنه هو في كلية وخايف حد يعني يعني يجوازه بنته ويعمل علاقة مع بنته أو يتكلم أو يخرج عن طوعك فأنت ربما تكوني أمه مسيطرة شوية فالسيطرة بتاعتك عاوزة كل حاجة ابنك يعملها تحت رعايتك وتحت عينيك وده ما ينفعش بالطبع لأنه بيخلي الراجل ما عندهش قدرة على اتخاذ قراره وبيخلي حتى زوجته في المستقبل هي المصاحبة الرأي والفصل في القول والفعل فإدي لابنك فرصة أن يعيش ويعتمد على نفسه يا ست الكل والله تعالى أعلى وأعلم بعض الإخوة بيقولوا أنا بشوف في الحلم فأول خمس دقايق أن حد بيخنقني وبقع أو مش كاتم على سدري أولا يخونا احنا قلنا لأن الكوابيس أغلبها بيكون من الشيطان لأن مشان اللي قلت لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه ثلاثا يعني أعوز بالله مش تراجيم أعوز بالله مش تراجيم أعوز بالله مش تراجيم فإنه لا يدري من خلفه علي نكمل السيدة محمد أيها السلام عليك يا دكتور وعليك سمكاتو تفضلي يا هاني مع لي صوتك أنا عايز أكلم الدكتور محمد لو سمحتك أنا يا هاني مع الدكتور محمد الفضالي طيب ما عليك بعد ذلك فيه مشكلة أكثر يا أحمد البي فيه مشكلة كانت حصلة معانا يا دكتور يعني صعبة سوية فحلمت مشكلة كانت حصلة معانا في صعبة سوية مشكلة دي استعنى بالله عليها تفضالي فحلمت في أسناء المشكلة دي هيت إن واحد اسمه جاعدة في الأوضة أنا مدرسة أصلا آه الأوضة المكفولة وجاعدة في الأوضة دي هيت وجيت واحد اسمه منصور فتح الباب ودخل علي تمام آه بس كده والنور ده كان نور الصبح يعني تمام الباب الأساس بتاع الأوضة كان مكفول وباب فتح من الحيطة ما جايش عاليت في الأوضة ودخل منصور ده علي الأوضة بس كده يا فندم آه لعلك في هام لعلك في هام نعم أخلص ده وقولي التانية ستة كل أنا معاك بس عشان منساش إذا كنت في رؤياك مغلقة الباب وفتح عليك باب ودخل عليك شخص اسمه منصور اسمه تفسير لغوي معناه أن الله ينصرك ما أنت فيه من قرب أو يعلو الله قدرك أو ينصرك على خصومك إن كانت بينك وبين شخص خصومة فضل يا فندم آه بس كده فالمشكلة دي يعني حلنت برضو أن أنا في امتحان امتحان موجودة في امتحان ونفس ورجعت السنوية عامتين تمام وممتحن وليجيت الامتحان مكتوب باسمي أنا مقرر مرتين تمام يعني اسمه مقرر مرتين في الورقة تمام بخط جميل وحلو وجابة تلاتين من تلاتين فيه تمام بس كده فالموضة صدرك على البلاء واحتسابك عند الله يرفعك الدرجات العلام قال الله تعالى امتحن الله قلوبهم للتقوى من رأى في الامتحان إنه نجح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فلعل الله سبحانه وتعالى يبشرك بأن صبرك عنده مقبول وسوف ارفعك الله به الدرجات العلا وتكون من أهل الجنة إن شاء الله لما؟ لأن رسول الله قال ما من مسلم يصاب بهم أو نصب أو وصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله له بها عن خطياه يرفعه الله بها درجة ويحط الله عنه بها خطيئة فلعل ما أنت فيه وصبرك واحتسابك وترك الأمر لله يفعل ما يريد ينصرك الله في الدنيا ويرفعك الله الدرجات الآخرة في الآخرة إن شاء الله والله تعالى أعلى وأعلم إحنا قلنا إن الكوابيس على أساس أستطيع إنني أتحاشى هذه الكوابيس إلا أني بنفض السرير ثلاث مرات وبقرأ آية الكرسي في يدي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي ما زال عليه من الله حافظ حتى يصبح والحديث الآخر الذي لواه عقب بن عامر يا عقب بن عامر عليك بالمعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس فالله ما استعاز بمثلهن أحد فهذا علاج للسح والحسد والوقاية من أي سوء إن شاء الله وقراءة خواتيم البقرة للحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه هذا والله تعالى أعلى وأعلم الأستاذ محمد من بورسعيد أهلا بيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا فندم حلمت بقى يا فندم بص يا فندم أول حاجة هناك علاقة يعني ربما بسبب الحياة الاقتصادية أو الضغط المد أو النفسي بينك وبين الأزواج ففي علاقة فراق نفسي وجسدي بينك وبين زوجتك فبالراحة حضرتك تستطيع أن يعني تروت زوجتك وبالراحة ونسأل الله أن يعني يحفظ عليك زوجتك وأن لا يصيبك فيها بمكروه وأن يديم بينكم المحبة والخير إن شاء الله ولكن عليك أن تكون هينا لينا مع زوجتك لقول معاوية بن أبي سفيان ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم والله تعالى أعلى وأعلى نيجي نشوف بعض الأحلام اللي الناس بتشوفها اللي يشوف في الرؤية إنه هو ذبح غنم أو ذبح عفوا أغنام أو ما شبه ذلك الذبح في الرؤية مختلف حسب المذبوح فإذا كان الإنسان يذبح غنما أو كبشا دلالة على أن الله ينجيه من مصيبة الموت لأن في حادثة إبراهيم عليه السلام الأستاذ آيتين أهلا بيك ألو زيك يا دكتور أهلا بيك يا فندم اتفضلي أيو يا دكتور اتفضلي يا فندم وطي ترفزين وعلي صوتك هلو ألو سلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته فضلي هنم سامعك لو سمحت حلم إن أنا جابت بان نوتا وأنا لسه ربنا معمر ليش وكده فحلم إنه كان شايل بنته وكده فده تفسيره إيه البنت تسمى بنات الأفكار إنت بس حضراتك لو كنت متزوجة جديد في أول الزواج بينشغل الأب والأم أو الرجل وزوجته في عملية الإنجاب ده اسمه سايكوليجيكالدريم حلم نفسي يعني ما يدور في النفس انت عملت فقر بيه فالبنات في الرؤية رمز للأفكار إذا كانت الفكر البت حلوة الفكرة يا حلوة إذا كانت البت وحشة الفكرة وحشة يراودها الشيطان أو ما شبه ذلك فعليكي ألا تقلاقي لأنه بيبى فيه فترة عشان يحدث حمل بين الرجل والمرأة يعني من لا تقل عن من خمسة لستة شهر وفي اللي بيحمل من أول في الأول لقاء فنسأل الله أن يرزقنا وإياكي الطيب والزرية الصالحة إن شاء الله السيدة محمد أهلا بيكي أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك عملت استخارة يعني في مساكل بينك من جوزك عملت استخارة كمل ولا لا يعني أنت غضبانة أو مطلقة من جوزك وبتعمل استخارة في الرجوع له أو لا لا أحنا في البيت بس في مساكل ما بيننا ويعني الشيحات فينا الحياة مش فحيلة تمام فعملت استخارة تمام يا فاندون بعدين فإحنا هنا في مطر فأنا شفت البيت أوية في الصعيد هلو أيوة سامعك شفت اللي أنت في بيت أبوكي في الصعيد شفت الحمام والحمام اللي عندنا نحنا هنا في الشدق ماشي الأخت اللي الحلم بتاعها إن هي بتعمل استخارة على جزة تقعد معها أو تطلق لا يا فاندم النقطة دي مهمة في السؤال بتاعها ليس كل ما يذكر في الحلم إن الإنسان يطلق أو لا يطلق إن أبغض الحلالي عند الله الطلاق وقد روى الإمام مسلم في صحيحه إن الشيطان ليجمع أعوانه على الماء ويقول أيكم فعل ذنبا حتى ألبسه تاجي فيقول الأول ظللت به حتى زنى فيقول له إبليس ليس بزنب ويقول الآخر ظللت به حتى سرق فيقول له إبليس ليس بزنب ويقول الآخر ظللت به حتى طلق زوجته فيقول ها أنت ذا من يلبس التاج فلا تكون يعونا لإبليس على خراب بيتك يعني على رؤية لا يفندم حفظ على بيتك وحفظ على أسرتك وقد كان نساء الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين في شظف وتعب من العيش هو الله سبحانه وتعالى مش كان الرسول حيطلق نساءه بسبب قلة المال وقلة الفلوس ده أمر وارد السيدة أمم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضال يا فاندي تمام يعني حاجات دي هو بينكزنا منها وبيدخل الحمام وبينكزنا من الأشياء دي دايما كان على مدار ثلاثين أشياء دي يا فاندي يعني لو سمحت ليتكلم يتكلم بكلام واضح زي الشمس إيه الأشياء؟ يعني هو حضرتك هو كان مثلا إيه يخلم إن في حاجة نحية الحمام ونحية إيه الحاجة عفريت مثلا؟ أه أه حاجات بجن تم تقولي يا فاندي مكلام أفهمه أه هو حضرتك كان بيحلم بجن ونهو دايما كان بيقدر عالجن ده في الأحلام ماشي يا فاندي لغاية ما جيه في وقت بعد كده هوت وكان بيتقمر بالصالة والوضوء يعني هو كان بيلاقي نفسه بتوضى وبيقدر عن حاجات دي بعد الوضوء والصالة بيقدر عن حاجات دي بإذن الله تمام بعد كده هوت وبقى آآ هنا في الشقة عن هنا في عشيرة هو في تقومها وفي ترابع وهو دايما ما كان بيحلم كان بيشوفهم بأشكالهم الحقيقة اه عشيرة من الجن يعني في الشقة وما شبه ذلك ده مقصود كلامك اه حضرتك ماشي فهو في عشيرة هنا فهو قم بيكوومها فلاقي حاجات تانية معاه هو بتقدر عليهم قالوله احنا معاك مش ضدك احنا معاك وهنقدر على عشيرة اللي موجودة دي في الشقة ماشي يا فاندي وخلصت كلامك يا هاني بس بشرط قالوله شرط لو احنا رديد احنا هنقدك بعد كده اه يعني هما شرطوا عليه لو رديد احنا هنقدك بعد كده يعني الجن شرط على ابنك في الحلم ايه بقى الشرط اللي هو ان لو رديد العشيرة اللي موجودة دي هما يخلصوا منها يبقى هو ما يخلصوا منها عشان ما يزونش انا واخد تاني ماشي كده هو هو يروف معاه بص يا فاندي اللي انا ملاحظوا من خلال الحلم بتاع حضرتك انت ابنك ان الاسرة كلها دماغها عملت دورة عن الجن والعفاريت واللبس والمس والعفاريت العاشق والبيت المهجور والكلام ده انا رايح حضرتك ورايح ابنك اولا اذا كان ابنك في الرؤية بيشوف ان هو بينتصر على الجن معناه ان وساو الشيطانية تنتابه ويستعيذ بالله منها فيعصمه الله منها ده النقطة الاولانية تب انت حس ان البيت في جن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن الا واستغفر له انت حس ان البيت في عفاريت اداني الاذان الشرعي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان اذا سمع الاذان ادبر وله دورات دورات زي الريح الصوت الريح اللي لها صوت اللي بتخرج من دبر الانسان فقال رسول الله انت عندما تؤذني في بيتك يبعد الله عنك الشياطين فالمطلوب من شخصك الكريم انت وابنك الطيب ان تدانه في البيت وفي كل القوض وبتقرأه المعاوزات قل هو الله احد قل اعوذر بالفلق قل اعوذر بالناس او قيت الكرسي ده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك كله كذب يعني في الشريعة الاسلامة فيش حد دير احد انت مسحورة محسودة سحر رسول الله نزل جبريل بقراءة المعاوزات قل هو الله احد قل اعوذر بالفلق قل اعوذر بالناس تبله يا مسلمين الرسول اتصحر حتى يستنى به امته ويعلموا العلاج عن رب العباد يبا العلاج قراءة المعاوزات كل واحد يقرأ على نفسه لا الشيخ فلن يقرالي ولا شغل الرقية الشرعية في البيت انني عفوا بتبرك بالقرآن وشغلها انت من تقرأ على نفسك انت من تقرأ على نفسك فان كنت حاسة ان في البيت في شياطين انت وابنك اما باع عن تهديدات الابلسة والشياطين في الاحلام لا يؤخذ بها لان ان كيدا الشيطان كان ضعيفا هذا والله تعالى اعلى واعلم الاستاذة نجوى من اسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا والدتي متوفية بقالها سنة وانا حلمت اللي انا كنت عندها فوق في المطبق بتاعها وبنظف المطبق عندك اه يعني يعني مثلا مكارونا مكبوبة رز مكبوب حاجات كده يعني لأ الفضل اشياء اللي حتقولها لها معاني عشان نكون واضحين مكارونا لها معنى رز له معنى فاحددي كلامك عشان اتكلم على كلامك هو المطبق مزيف بس هو فيك ركيب بقى حاجات يعني يعني من كتر المكارونا في منها مكبوب وراه كده يعني في رز برضو على مكارونا مكارونا في المطبق بتاع ماما مثلا ايوا في مطبق والدتي وبعدين فانا رتبت المطبق ده وسحيت على كده اللي انا برتب في المطبق وزبطت يعني ماشي يا فاندي هناك بعض المكر انت تمكريه ربما مع اخوتك او في ورسة او ما شبه ذلك لان المكارونا تفسير اللغة من المكر والغش والخداع ونشكور شخصك الكريم على هذا الامر ان شاء الله على ثقتك في البرنامج يعني لان انما التنظيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب اوعية القلوب اوعية يعني شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب البشر بالموعين زي الطبق والحالة اللي بنطبخ بيها فكلما غسلت الموعين تطهر قلبك من الغل والحقد والحسد لان اهل الجنة في الاخرة يقول الله عنهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل على سرر اخوانا متقابلين والله تعالى اعلى واعلم نرجع ونشوف بعض الصحابة والتابعين الناس اللي بتتصدى لعملية الفتوى في تفسير الاحلام دون علم بالطبع هذا اسم عظيم ولا يستطيع انسان ان هو يقولك اني عندي كده بفصر الاحلام مع نفسي موهبة او ما شبه ذلك لانه في بعض الناس اه في قصة مصاقة في الكتاب الذي نسب لابن سيرين ان رجلا جاء لابن سيرين وقال له لقد رأيت اني اؤذن فقال له انت تحج لما نظر الى حاله رجلا طيبا اهلا يا استاذ هند بن اسيوت فضالي الو الخط فصل فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر الى ابن سيرين عندما نظر الى الرجل قال له انت سارق والاخر جاء له قال اني اؤذن فقال له انت سارق في نقطة معينة بس الناس اللي بتفهم النص في قراءة ابن سيرين قراءة خاطئة الذي قال له اني اؤذن يعني اؤذن بالحج بين العباد لقول الحق سبحانه واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمر الرجال يعني مشين وعلى كل ضمر يعني رجبين ابل دي اسمها الضمر والرجال مش رجالة بشر لا رجالا يعني مرتجل يعني ماشي على رجله يبقى واذن في الناس بالحج فلما جاء الرجل وقال لابن سيرين رأيت أنني أؤذن في الناس بالحاج قال له هتحج ولما جاء آخر قال له أني أؤذن يعني أعلم الناس أني فيه شيء مسروق وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون يعني وحد يقول يا ناس أنا ضع مني موبايل أنا ضع مني حاجة فقال له أنت سارق إيبع عشان نعرف الفرق بين الأذانين الأذان إذا كان بالحاج دعوة الناس إلى الحاج فقال له ابن سرين أنت تحج والأذان إذا كان عن سارقة يعني إعلام الناس أن هناك أمر مسروق فقال له أنت تسرق لأن بعض الناس فكراً لتفسير الأحلام مرتبط بالسمات التي ترى على شخصية الإنسان طب بعض الناس بتقول لي هل الأحلام آداب؟ أول آداب من الأحلام الصدق بس ولا تجذب لأن أصدق الناس حديثاً الناس اللي بتكلم بصدق هي أصدق الناس أحلاماً وكلما زاد الكذب في الحياة الدنيا زادت الأحلام تضليلاً معك والأحلام وحد كما قلنا سابقاً وقررنا أن رسول الله أول ما بدأ به الوحد كان الرؤية الصادقة الأسازة سماح أيها الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شفنا في الحميلة ورقيتني زي ما كن مية خلوة كده جداً بداخل عليّ وفيها حاجة كده هاو دي ونبي يا فاندي بقولي إيه الحاجة اللي كده هو؟ قولي كلام محدد أنا رقيت مية رايقة وننها يعني صافة كده زي السنة يعني مية تكشير بيهاني مية عزبة؟ لا أيوة ماشي وبعدين؟ قولي إيه تها فيها الحاجة كده هادي دخل عليّ بس الحاجة دي ما أمهنا معرفي أنا معرفش الحاجة دي إيه ما تقولي لي فاندي مش عينك اللي شفت؟ أو أنا هعرف إزاي هفصرني حاجة كده دخلت عفريت شيطان ما تقولي؟ لا لا حاجة حلوة حاجة حلوة في الماء حاجة حلوة إزاي فاندي ما هعرفها ماشي عموماً إذا قال الله تعالى واجعلنا من الماء كل شيئاً حين فإذا كان الإنسان معه ماء طيب لما شرب رسول الله شربة ماء قال الحمد لله الذي جعله عزباً فراطاً برحمته ولم يجعله ملحاً أججب زنوبنا فسمى رسول الله الماء الطيب حياه فيها رحمة وسمى رسول الله الماء المالح حياه فيها زنوب ومعاصي فإذا كانت الأخت السائلة نزل على ابنها ماء طيب فهي حياة طيبة مليئة بالرحمة والغفران غفر الله لنا ولكم والله تعالى أعلى وأعلم نرجع لمرجوعنا أن أحياناً في دلالات في الأحلام يجب على الناس أن تعرفات تب في نقطة بعض الناس بتقول أنا بحلم فلاني الفلاني بشوفه من أول ما شوفه نفسي ترتح له وفلاني الفلاني من أول ما شوفه كده بلاء نفسي تنقابد له هذا الأمر ليس بيدي وبيدك لأن الله سبحانه وتعالى يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا أسلموا والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تنافر منها اختلف يعني الإنسان ممكن يشوف الرؤية بروحه تصعد إلى السماوات العلى وتطلع على شيئاً من الغيب اللي هي الرؤية التنبؤية فدي عبارة عن الأرواح حلم الأرواح ولذلك لا يجوذ الكذب فيها يسألونك عن الروح قلوا الروح من أمر ربي وما وتيتم من العلم إلا قليلة السيدة أمات الله من إسماعيلية عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا سمحت يا شيخ هو أخوي حلم دعم متوسي حلم بابنه أنه هو مجوز بنت عمي بس بنت عمي دي مجوزة ومعها تلس أطفال حلم أنه هو متجوزها أخوكي أخوي اللي حلم الحلم ده حلم أنه هو متزوج امرأة متزوجة صح كده حلم بابن عمي الحلم مش ليه لابن عمي حلم بابن عمي أنه هو متجوز دي دين تعمه بس دي دين تعمه دي متجوزة مش أناسة ماشي يا فن قال الله تعالى حشروا الذين ظلموا أزواجهم وفي الآخرة وإذا النفوس زوجت الزواج معنى الاتفاق فلعل ابن عمك يتفق مع بنت عمو المتزوجة في القول أو الفعل أو العمل وليس به المقصود لأن أغلب الناس يجيوا لأني شفت بجوز زميلتي في الشغل أنا شفت بجوز زميلي في الشغل مش معنى لإنت بتتجوزه لإنت حتتجوزه يعني أنت مجوزة وهو متزوج لا معنى أنكم تتفقان في الأقوال والأفعال وبعض الأمور لأن الله يقول وإذا النفوس زوجت يعني اقترنا أهل الخير بأهل الخير واقترنا أهل الشر بأهل الشر الأستاذ محمد من الفيوم أهلا ومرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جاك يا دكتور زي حضرتك اتفضل يا فندي بتحت أمرك أنا عندي أول رؤية سوتك أول رؤية شفت نقلة طويلة جدا فوق ما تتخيل علي صوتك بس يا اسمحان شفت نقلة طويلة جدا فوق ما تتخيل ماشي يا فندي وشفت واحد زيكون فقية بس ما شفتش الشخص ده يعني واحد بيجيب منها مثلا بلح لا لا ده واحد فقية وزيكون أنا وقت تحت زيكون الشخص ده زيكون هياه عليا عمالي نفضل طويلة حس تمام طويلة ينزل علي وانا خايف حاجة تنزل علي طويلة يعني ينزل علي ماشي بس كيا يا فندي ماشي يا فندي إن الله في حديث رواه الإمام أحمد في مسناده إن الله خلق آدم ففاضت قطعة من الطينة اللي تخلق منها فكانت النخلة فهي عمتكم فانت لو لك عمه فهي أختبك مباشرة لو بتسقط عليك بلح تحسن إليك قولا أو فعلا أو عملا لو بتسقط عليك طوب تتهمك باتهامات أنت منها بريء والله تعالى أعلى وأعلم نكمل بعض الأحلام اللي احنا كنا وقفين عليها الرؤية الصالحة يراها الشخص أو طرى له أو كما كنا نقول سابقا أن هناك من الأحلام تحتاج إلى شخص يكون ملما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن هناك من الأحلام ما يحتاج إلى علم بالدين وأغلب الأحلام بشارة ونزارة وليس في الأحلام ما يظنه العامة أن هي كلام يقال أو تضيع مجالس وشفنا في هذه الحلقة أن عيد الأطحى عبارة عن حلم الأذان الشرع عبارة عن حلم فتح مكة كان عبارة عن حلم أمور شرعية في الشريعة الإسلامية كانت عبارة عن أحلام حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها من لضرب الثقاتها في الأحلام وتعلم أنها رؤية من الله لما اتهمت في حادثة الإفك قالت والله ما كنت أظن أن لي أثرا أو قيمة عند الله ولنفسي أحقر وكن عندي ولنفسي أحقر عندي من أن ينزل الله في شأن قرآنا والله ما كنت أطمع إلا أن يرى رسول الراه رؤيا فيه فقط إذن كانت الصحابة تلتمس الحلول في الأحلام وفي الرؤية الصادقة وهذا لا يكون إلا بالقرب من الله والإخلاص في العبادة والدعاء إلى الله تب الأحلام يا أخوانا بعض الآئمة زي أبو حنيفة وغيره كانت بعض المسائل الفقهية المعضلة كانت تحل عن طريق الأحلام اتفضل باسم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك أنا كنت زارح في أرض من والدي من 13 سنة تمام في الحقيقة يعني؟ شفت الرؤية الأرض دي عبارة عن كور التعابين تمام يعني التعابين دي أبيض بأسوأ تمام بس ما أزدتش ما شفتش غير الروس والأرض كلها عبارة عن كورة من التعابين ماشا كده حضرتك ماشا يا فندي الثعابين رمز الأعداء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتروا الأبطر وزف طفيتين سليم من وصايا النبي أن يقتل الثعبان الأبطر اللي أعزي أرنين كده وزف طفيتين والحديث الآخر خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر من بينهم الثعبان فلعل قطعة الأرض تسبب لك عداوة بينك وبين من تتنزعون عليها فيجب عليك كمسلم وهم كمسلمين أن تكتمعوا إلى حل وسط يرضي كافة الأطراف لأن هذا الأمر العداوة يريد الله الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء لحديث النبي لا تحاسدوا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا الأستاذ أحمد من بني سويف أهلا بيك أيوة أحمد من بني سويف فضل أيفاندي أيوة أحنا كنا قطة حالما أن نحن يعني رايحين مرمشين في طريق زي عيادة أو بيت فمعديها على ابن عمي حاطز لحمة كده بقول له أنت تغديك تقال لي لأ الطباني هغهز لك قال لي لي مش هار شربشاء بتشعب شائب إسلام قال لي لي مش هار شربشاء أنا عاوز أعمله رز مثلوق تمام فمروحة بالرز مثلوق طبعا ما رأت عمي دي ميت اه فعملت الاكل يعني اعطيت السيدة المتوفية تاكل لا اما لا اعطيت الاكل عشان اوديل اوديل ابن عامل اه بس ما وداتش انا لقيت الباز زيكون زيط على هيئة عيادة او حاجة فيه ماشي فطبعا انا بجري معايا عالي طغير مع عرش العالي تابع مي تمام فالي اختي جديرة برضو معاها بنت بنتها تمام فبقول لها اجري احنا انا حسن فيه هنا اللي كانت فيه يعني فيه حاجة غت حاجة غت يعني ايه يعني زي حاجة الدنيا كلها هاصط والبقان هتشكك علينا اه واما يعمل فينا حاجة اه فلما جرينا فلما جرينا فجرينا انا بجري اختي جريت ننبق ونجريت ننبق فجرياني في حتة زي هذا دا كده زي حتة عالية كلها مسامير فعط حط رجليك وكلها مسامير تمام بص يا فاني فجريت ورية واحدة فكان ما مكني انا رأيته هي رأيته ماشي معنى الحلم دي ان شخصك الكريم بتععف مشكلة وبتحل المشكلة الكذب بكذب دا ما ينفعش لابد من الصدق لان المسامير رمز للمشاكل اللي بتحدث ليك والعواقب المشكلة انت بتحاولي تنجو من امر ما قال الله تعالى وحملناهم في الجارية الجارية يعني اللي اسمه اللي هي السفينة فخدنا الاسم التفسير لغوي ان الجاري معناه ان نجا من هلكة تم انت بتجري ورجلك بييجي فيها مسامير معناه ان انت بتنجو من هلكة وهذه يعني النجاح يكون عن طريق الكذب او ما شبه ذلك يعني الحمد لله يعني نتمنى ان شاء الله ان يكون يعني قضينا وقت حسن ونختم بدعاء اللهم اغفر لنا ولامهاتنا وآبائنا اللهم وفق رئيس جمهوريتنا لما فيه الحق اللهم ايده بالحق وايد الحق به اللهم ايد الحق به وايد رئيس جمهوريتنا بالحق اللهم اجعل له البطانة الصالحة اللهم انصر به الاسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة